موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتكم الدراسة والمعرفة الدرس الواحد والثلاثين تقديم تناسبية جدول أعداد متناسبة لنبحث ونطبق مريم ملاعة بتسجيل كل ما يتعلق بحياتها الشخصية الجدولان يبينان جانبين من اهتماماتها نلاحظ مع الجدول الأول جرد بأعداد الطوابع التي اشترتها مريم في أوقات مختلفة لنلاحظ معي في جدول الأول عدد الطوابع والثمان بالدرهم خمسة الطوابع بعشرين درهم وعشر الطوابع بأربعين درهم جدول الثاني تطور كتلة مريم بين ولادتها والسن الخامسة وهذا الجدول تبين لنا السنوات ديال مريم من ولادة ديالها حتى السن الخامسة والكتلة ديالها ألف نجري العمليات لازمة في ورقة مستقلة ونتمم ملء الجدول إذا أمكن إذا اللحظوا معي الجدول الأول خمسة طوابع بعشرين درهم بعشر الطوابع بأربعين درهم إذا اللحظوا معي خمسة ضربناها في أربعة كتساوي عشرين عشرة ضربناها في أربعة كتساوي أربعين إذا باش نتاقلوا من السطر الأول للسطر الثاني كنضربوه في أربعة وباش نتاقلوا من السطر الثاني للسطر الأول كنقسموه على أربعة إذا خمسة فاربعة عشرين واحد فاربعة أربعة عشرة فاربعة أربعين سعود فاربعة ستاوثلاثين تناشف فاربعة تمنية أربعين معامل تناسب في هذه الجدول نضربوه في أربعة أو نقسموه على أربعة ولكن الجدول الثاني لاحظوا معايا مريمي كانت عند السنة واحدة كل وزن ديالة خمسة كيلوغرام ولكن من أولت عند السناتين كل وزن ديالة سبعة كيلوغرام من أولت عند ثلاث سنوات كل وزن ديالة ثمانية كيلوغرام إذن هنا يملوا واحد للخمسة واحد ضربناه في خمسة كيسوي خمسة ولكن هنا إثنانينا ضربناه في خمسة هتسوي عشرة وهنا لدينا سبعة ثلاثة إلا ضربناه في خمسة كتسوي خمستاش ولكن هنا لدينا ثمانية إذن هذا الجدول ممكنش لنا نكمله لأنه غير متناسب سؤال باء ما هو الجدول التي تم ملؤه بالكامل إذن هو الجدول الأول لماذا؟ لأن أعداده متناسبة لماذا لم يملأ الجدول الآخر بالكامل؟ لأن أعداده غير متناسبة ماذا نستنتج؟ لنملأ جدول يجب أن تكون أعداده متناسبة حليشنا في الجدول الأول إذن هذا هو الجدول من بعد ما ملأته لأن باش نتقل من السطر الأول للسطر الثاني نضربه في أربعة و باش نتقل من السطر الثاني للسطر الأول نقسمه على أربعة إذن خمسة في أربعة واحد في أربعة أربعة عشرة في أربعة أربعة تسعة في أربعة ستة وثلاثون اتنى عشر في أربعة تمانية وأربعون ما هو الجدول التي تم ملؤه بالكامل هو الجدول الأول لأن أعداده متناسبة كيف مشتنا هنا باش ندوزم السطر الأول للسطر الثاني قندربه في أربعة أو لا باش ندوزم السطر الثاني للسطر الأول تنقص في أربعة جيم لماذا لم يملأ الجدول الآخر بالكامل الجدول هذا ممكن لنكمله لأن أعداده غير متناسبة ماذا نستنتج لملأ جدول يجب أن تكون أعداده متناسبة إذن هذا هو الجواب لنبحث ونطبق سؤال أول أحدد جدول التناسب من بين الجداول التالية وأتمم ملآه بعد إيجاد معامل تناسب إن أمكن السن بالسنوات القامة بالسنتيمتر إذن هالطيف المي كانت عنده سنة واحدة تلقامة ديالو 55 سنتيمتر إذن هنا يا واحد ضربناها في 55 ولكن هنا مي كانت عنده ثلاث سنوات كانت تلقامة ديالو 60 سنتيمتر إذن هنا يا ثلاثة إلا ضربناها في 55 ما تسويش لنا 60 وهنا مي كانت الوزن ديالو 95 سنتيمتر إذن كيف ملحته معايا هذا الجدول غير متناسب الأعداد ديالو غير متناسبة إذن هنا نضربناه في 55 يخص نقل ذلك هنا نضربه في 55 هنا نضربه في 55 إذن الجدول أعداده غير متناسبة الجدول الثاني أتمينة القواميس بالدرهم عدد القواميس 3 الثمن بالدرهم 150 إذن عدد القواميس 3 الثمن 150 درهم إذن هنا يا ثلاثة ضربناها في 50 كتسوي 150 أربعة قواميس بـ 200 درهم إذن هنا يا ربعة ضربناها في 50 كتسوي 200 إذن اللي رحتوا معايا باش نضربه من السطر الأول السطر الثاني كنضربه في 50 6 قواميس بـ 300 درهم إذن تستضربناها في 50 كتسوي 300 درهم 10 في 50 تسوي 500 درهم إذن هذا الجدول متناسب أعداده متناسبة شوفوا الجدول الثالث سمك التلج في قمة جابان إذن الأيام اليوم الأول كان سمك التلج 5 سنتيمتر إذن هنا يضربناه في 5 اليوم الخامس كان السمك التلج 19 سنتيمتر إذن هنا 5 سيلة ضربناها في 5 كتسوي 25 وهنا عدنا 19 في اليوم السادس كان السمك التلج 15 سنتيمتر إذن 6 سيلة ضربناها في 5 كتسوي 30 إذن هذا الجدول كذلك غير متناسب أعداده غير متناسبة لا يمكن لنا نكمله إذن هذا الجدول من بعد ما ملئناه 3 في 50 مئة وخمسون 4 في 50 مئتان 6 في 50 تلات ومئة 10 في 50 تلات ومئة إذن باش نمره من السطر الأول للسطر الثاني كنضربه في 50 وباش نمره من السطر الثاني للسطر الأول كنقسمه على خمسين إذن معامل التناسب هو خمسون إذن هذا الجدول المتناسب اللي ممكن لنا نكمله ونضيره فيه كروة وتبتوا تعلماتي العدد 4 8 بالدرهم 20 درهم 1 5 دراهم 6 30 درهم إذن لاحظوا معايا هنا كنضربه في 5 معامل التناسب هو 5 إذن باش نمره من السطر الأول للسطر الثاني كنضربه في 5 وباش نمره من السطر الثاني للسطر الأول كنقسمه على 5 للمرور من أعداد السطر إلى أعداد السطر الثاني للسطر الثاني في جدول المتناسب نضربه في 5 أو نقسمه على 5 الرسم المبياني نلاحظوا معايا هنا يا عموديا عدد القواميس وأفقيا 8 بالدرهم قاموس 1 ب5 دراهم أعومتنا هنا 5 وأربعة قواميس ب20 درهم والستة قواميس بثلاثون ناظرها إذن المعلومة ديها هذا الجدول هم هنا مثل في المبيان الحصة الثالية أطبق وأتدرب تمرين ثالي أعداد كل من الجدولين التاليين متناسبين أحسب العدد الناقص وأتممه بعد تحديد معامل التناسب تلاحظوا معي الجدول أول عدد البيض 12 عدد العولة 2 إذا لاحظوا معي 2 ضربناها في 6 قد تسوي 12 هنا عدد البيض 36 وعدد العولة 6 إذن 6 في 6 36 إذن هذا الجدول متناسب المعامل التناسب هو 6 نضربه في 6 إذن 5 في 6 30 إذن من يكون عدد البيض 30 عدد العولة 5 إذن هذا الجدول متناسب نشوفوا الجدول الثاني الكتل والأتمنة في موسمة تخفيضات الكتلة بالكيلوغرام إذن جوج كيلو 8-14 درهم إذن هنا جوج ضربناها في 7 كذلك 35 درهم 9 في 7 63 إذن هنا هذا الجدول متناسب معامل التناسب ونضربه في 7 إذن هذا هو الجدول بعدما كمنا 2 في 6 12 6 في 6 36 5 في 6 30 إذن معامل التناسب نضربه في 6 جدول الثاني نضربه في 7 2 في 7 14 5 في 7 35 9 في 7 63 إذن الجدول كذلك متناسب معامل التناسب نضربه في 7 وهذا هو الجواب على 8 ثاني إذن لحن معايا نكملو هاد الجدول الجدول الأول نوم بغدو بي دو سينيما فوندي هذا عدد ديال التذاكر والثمن ديالهم عدد تذاكر للسينيما والثمن ديالهم إذن 7 ديال التذاكر بـ 56 ديرهم إذا اللحظوا معايا 7 فاش ضربناها باش عطتنا 56 ضربناها في 8 7 في 8 56 و 3 ديال التذاكر بـ 24 إذن 3 في 8 24 9 في 8 72 11 في 8 88 إذن هذا الجدول متناسب ومعامل التناسب نضربه في 8 نشوفوا الجدول الثاني وقنته في 5 وقنته في 6 و 21 أهرب sole إذن اللهحظوا معايا هذا الجدول كيبينا العدد ديال التذاكر كمية الجدول يبينا كمية التذاكر من الا ثالث سعود 6 أهر 25 ملامتر سعود سعود 25 ملامتر سعود 43 ملامتر سعود سعود 43 ملامتر إذا لاحظوا معي هذا الجدول غير متناسب لا يمكن أن نكمله لأن أعداده غير متناسبة إذا هذا هو الجواب على الجدول الأول 7 في 8 56 3 في 8 24 9 في 8 72 إذا معامل تناسب السطر الثاني نضربه في 8 ومسطر الثاني السطر الأول نقسمه على 8 إذا هذا الجدول متناسب وأعداده متناسبة ولكن هذا الجدول لا يمكن أن نكمله لأن أعداده غير متناسبة تدور العجلة الصغرى ومسطر الثلاثة ثلاث مرات عندما تدور العجلة القبرى مرة واحدة إذا لاحظوا معي هذا الجرار من تدور هذه العجلة القبرى مرة واحدة؟ هذه تدور ثلاثة مرات ومن تدور هذه ثلاثة مرات أستعين بهذا المعطى وأتمم الجدول التالي إذا أمكن إذا نرى هذه الجدول سوف أتطح أن يكون إعصر قاعدة� thought of 5 ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات إذا شنو العدد اللي ضرفنا في 3 في سوى 12 إذا 4 من قدر هذه 4 المرات هذه قدر 12 المرات من قدر العجلة الكبرى 7 المرات إذا 7 في 3 21 من قدر العجلة الصغرى 30 المرات إذا 10 في 3 30 9 في 3 27 إذا هذي الجدول متناسب معامل تناسب نضربه في 3 وهذا هو الجواب على تمرير رابع 1 في 3 3 5 في 3 15 4 في 3 21 10 في 3 30 9 في 3 27 إذا هذي الجدول متناسب معامل تناسب نضربه في 3 أولا بغين ندوزه من السطر الثاني للسطر الأول نقسمه على 3 أولا بغين ندوزه من السطر الثاني للسطر إذا كل 4 كيلو قدعطينا جوج لاتر إذا 2 فاش ضربناها قدعطنا 4 ضربناها في جوج إذا جوج في جوج قدساوي 4 إذا هنا غيكون عدنا معامل تناسب هو نضربه في 2 2 في 2 4 إذا ما غيكون عدنا هذي 8 كيلو إذا 8 كيلو فاش نضربه 2 فاش تعطينا 8 غنضربوها ب 4 8 كيلو قدعطينا 4 لاتخ ديال 4 لاتر ديال العاسة إذن أربعة في إثنان تمانية وهنا ستا كيلو إذن ستا كيلو شنو العدد اللي كنتربوه في إثنان كيعطينا ستة إذن ثلاثة في إثنان ستة أو لا ستة هنقسموها على إثنان كتساوي ثلاثة إذن خمسة في إثنان عشرة وواحد في إثنان إثنان إذن معامل تناسب في هذه الجدول نضربوه في إثنان أو من السطر الثاني السطر الأول من السطر الأول للسطر الثاني نقسموه على إثنان ومن السطر الثاني للسطر الأول نضربوه في إثنان إذن هذا وجدوا المبعد ما نقصوه إذن أربعة مقسموه على إثنان تساوي إثنان أو لا إثنان مضروبة في إثنان تساوي إثنان إذن كما قلت لكم معامل تناسب من السطر الأول للسطر الثاني نقسموه على إثنان أو من السطر الثاني للسطر الأول نضربوه في إثنان إذن ثمانية مقصوم على إثنان أربعة أو لا أربعة في إثنان تمانية ستة مقصوم على إثنان ثلاثة أو ثلاثة في إثنان ستة خمسة في إثنان عشرة واحد في إثنان إثنان إذن هذا هو الجدول أعداده متناسبة ومعامل تناسب هو إثنان تمرين السادس الجدول يبين المسافة التي قطعتها سيارة في مدن مختلفة أليف أتمم الجدول بعد تحديد السرعة عدد الكيلومترات التي تقطعها في ساعة واحدة إذن اللحظوا معايا ساعة واحدة المسافة التي تقطعها هذه السيارة 50 كيلومتر يعني 50 كيلومتر في الساعة إذن ضربنا واحد في خمسون تساوي خمسون إثنان في خمسون تساوي مئة إذن أربعة في خمسون مئتان خمسة في خمسون مئتين وخمسون ستة في خمسون تلاتة ومئة إذن هذا الجدول متناسب وأعداده متناسبة ومعامل تناسب هو خمسون من السطر الأول إلى السطر الثاني نضربه في خمسين ومسطر الثاني للسطر الأول تنقسمه على خمسين با أمثل الوضعية بواسطة مخطط عصاوي إذن لاحظوا معي هنا في المخطط قلنا ساعة وحدة ساعة وحدة خمسين كيلومتر ساعتين مئة كيلومتر أربعة ساعات قلنا مئتين كيلومتر هي هذه هنا مئتين وخمسة ساعات مئتين وخمسين إذن هنا هنمتلو خطعة ساوي هنا وست ساعات بثلاثمائة هنا احسب المسافة التي تقطعها السيارة في يوم واحد بدون توقف إذن المسافة التي تقطعها السيارة في يوم واحد إذن في ساعة قلنا مئتين كيلومتر إذن اليوم فيها 24 ساعة إذن 24 في 50 نشخل شواتي غنديرو 24 ساعة 24 ساعة نضربة في 50 شحالك تساوي هذه المسافة التي تقطعها السيارة في يوم واحد وهذا هو الجواب على التمرين السادس إذن واحد في خمسون خمسون اثنان في خمسون مئة أربعة في خمسون مئتين خمسة في خمسون مئتين وخمسون ستة في خمسون ثلاثمائة إذن هذه الجدول متناسب وأعدادهم متناسبة معامل التناسب هو خمسون يعني من السطر الأول السطر الثاني قلنا نضربه في خمسين أو لم السطر الثاني السطر الأول تنقسمه على خمسين إذن هذه المعلومات متناسبة لها في الجدول بمقتلكم إذن ساعة واحدة هاي خمسين وساعتين مئة أربع ساعات مئتان خمسة ساعات مئتين وخمسون وست ساعات ثلاثمائة نجي وحسب المسافة التي تقطع السيارة في يوم واحد بدون توقف في دفتاري إذن باش نخرجوها نضربه 24 ساعة اليوم في 24 ساعة نضربوها في خمسين كتساوي ألف ومئتين كيلو متر أولا قد نخرجوها في الدفتار 24 في 50 إذن سافر في أربعة سافر سافر في إثنان سافر خمسة في أربعة عشرون نكسبو السافر ونحتفظو هنا بإثنان خمسة في إثنان عشر وإثنان تلاحتفظ هي إثنى عشر هاي كسبتها هنا ومن بعد غنديرو عمليات زائد باش نجمعو سافر زائد سافر هاد النقطة هذي بمثابة سافر إذن سافر زائد سافر 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 زائد سافر سافر هنا هي إثنان ما كانت الشرق ما زيدوا عليها نحبطو إثنان وهنا واحد نحبطو هي ألف ومئتين كيلو متر إذن 24 مضربة في خمسين كتساوي ألف ومئتين كيلو متر وصلنا نهاية الفيديو شكرا على تتابعكم وبتنساوش تدعمونا باللايك وتشاركو في القناة وشكرا موسيقى موسيقى